اشتركوا في القناة متعودين على شكل الجمعة والنيو لوك زي ما انت بتقول بتبقى مختلف شواء على الناس لكن التقرير الناس بتحبك كده وكده وقال يعني دايما حبك موجود في جماهير في قلوب جماهير النادي الاهلي النيو لوك ده شيء جديد بس يعني كمان على انت قلتلي على المستوى العيلة قالوا لك لأ كده أفضل خليك كده أفضل بالضبط انا قالولي يعني انت كنت بتعمل في نفسك ليه كده انت قررت تعمل كده انت يعني والله الموضوع جي فجأة كده من فترة قريبة قلت سيب شعري لما هكورة توقفت شوية ما عنديش شغل ما عنديش استوديوهات كان كل ما اطلع استوديو لازم احلق شعري قبل الاستوديو حتى زي ما كنت بالعب زي ما كنت بالعب فجيت مرة لما هكورة توقفت شوية سيبت شعري فمشيت كويس مراتي عجبها اللوك فقلت لها طب اقولك نجرب بقى وكده فجربت الحمد لله طلع على الكاميرا كمان حلو في الشغل والراجل اللي معنا في الشغل بيزبط لي الشعر كويس جدا فالحمد لله بقى عجبهم وعجب مراتي جدا فخلاص سبت الموضوع خلاص فبقيت بزعل دلوقتي بقى كابتنين اما شوف صوري وانا بلعب كنت اتمنى بقى ازعل انا اقول ليه كنت عامل في نفسي كده بس لما افتكر من الحمد لله كان ده سبب يخليني ابقى مركز او في المتشاط وابقى ااخد بالي من الكورة بس يعني يعني الكورة الدماغي تتفتح دماغي مش عارف ايه ما بقاش خايف على شعري ما بقاش فده خلاني يعني برضو الحمد لله بقى ارادي بقى ارادي عن وعلى فكرة الصورة دي مش بتاعتي الصورة دي مش بتاعتي خالص مشانا ده والله ده مش بتاعي خالص لا لا مشانا ده واحد شبه شبهي اه بس انت قلت كلمة مهمة قوية عجبتني يمكن انت كنت في جيل مش مركز كان لسه السشوار طالع وكان بقى الجل بقى والتاع والحركات وانت كنت بتتعمد تعمل كده يعني انت بتقول انا ما كنتش بيقول لنا تحت الهواء ما كنتش عايز حد يعني ما كنتش عايز اي تشتيت من اي حتى لو كان شكلك سبحان الله يبتقول لي يعني اللي بيعوده فترات طويلة قدام المرايات وكذا وانت يا كابتن هاني برضو كنت بتتكلم ما اتكلم مع واقل اللي هي جزئية بتاعت زمان واحنا بنلعب فيه مدربين خلي بالك كان لما تشوف واحد شعره طويل يقول له قص شعره يعني انا فاكر كابتن جوهر الله فاكر طبعا واقل لما تشوف واحد شعره طويل يقول لي يا هاني انت مرب شعرك انت اي هتبقى بدت ولا اي يعني هو بياخد لا هما فاكرين اني انا انا عن نفسي انا كنت زي واقل يعني موضوع يمكن انا بره كنت بلع شعري طويل شوية لكن الثقافة هنا في مصر شوية بتختلف ده الاولد سكول يعني يعني واقل كان شايف نفس الجزء ده منه مركز بس في الملعب بس هو يا كابتن هاني الجزء مهم جدا من نجاح لعيب الكرة وانت من انجح التجارب طبعا في الكرة المصرية للعيب احترف وعاش فترة احتراف طويلة جدا بره في الوقت اللي ما كانش فيه محترفين لمصريين بره الانضباط هو عامل مهم جدا جدا في شخصية اللاعب داخل الملعب انضباطك خارج الملعب وعيشتك خارج الملعب انت بتعيش بره الملعب في الملعب ساعتين وبره الملعب 22 ساعة 22 ساعة اعمل فيهم اللي انت عايزه فحياتك ومسرتك بره الملعب وطريقة عشتك لليوم الواحد بتنعكس عليك داخل الملعب انت لو عايش منضبط وعايش مركز ومحدد اهدافك بره هتلاقي نفسك جواه الملعب مرتزم بتعليمات مدرب منضبط في الملعب بتنفذ المدرب عايزه مطيع في كل حاجة داخل الملعب فأنا كنت بأخذ النقطة دي ممكن فينا تبقى مختلفة معايا إنه ليه أسلوب وليه طريقة معينة فأنا بقولك بمجرد الاستشوار ما دخل قط اللبس معنا أنا وبتريكة وعاكات وكلنا جئنا في وقت واحد قلنا خلص بقى مش هنكمل بسبب الاستشوار لا والله أنا لقيت لعيب صغير لسه طالع جاي باستشوار جنبي في القوضة وقاعد هيعمل شعر ويعمل وإحنا في التمرين يعني التمرين هننزل التمرين فقلت إيه ده ده الموضوع بقى كده إيه هيبدأ يخش في سكة بقى أن إحنا بدأ نتعصب على اللعيبة وكلام ده ويبقى فيه مشاكل وبتاعه فلا السلام عليكم رحنا وغضيب معدنا وإيه خلاص يعني بالترتيب بقى واحد ورا واحد كل واحد اختار التوقيت إنما أنا بتكلم في النقطة الحلاقة والشعر وكلام ده كان أنا شوف أنه أنا خدته بالنسبالي إنه هو طريقة للتركيز كبيرة جدا طريقة للتركيز للحصول طبعا على بطولات وكانت بطولات كبيرة جدا وطويلة جدا عايزة خش معك على ترجمة نانسي قنقر